السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وامتابعينا العزاء فيديو جديد في ضوة ربح من تطبيقات الاندوريد في الفيديو ده هتكلم عن ازاي تقدر تعمل ايكونة احترافية للتطبيق بتاعك بالمقاسات المطلوبة عشان تقدر تضيفها في تطبيقك في برنامج اندورو استوديو وكمان المقاس المطلوبة اللي تقدر تضيفه في حساب المطور اما ديك ترفع التطبيق فيلا بينا أهلا وارحم بكم مرتان يا مشاهدينا وامتابعينا العزاء كنتكلمنا في درسة قبل كده ازاي تقدر تغير محتوى التطبيق بتاعك وكمان ازاي تقدر تجيب محتوى تطبيقك ده من تطبيقات تانية موجودة على متجر جوجل بلي وتستخدم المحتوى بتاع التطبيقات ده في تطبيقك وتكون المحتوى الخاص بك فالفيديو ده بقى ان شاء الله يتكلم عن ازاي بقى تقدر تعمل ايكونة احترافية للتطبيق بتاعك وتضيفها في تطبيقك لان احنا عارفين ان الايكونة بيكون لها عامل اساسي وابقى اهم العوامل في جذب المستخدمين لتطبيقك عشان تطبيقك يحصل على تحميلات كتير فدلوقتي خلينا بقى توجه لشاشة الكمبيوتر عشان نعرف ازاي نعمل ايكونة احترافية ونضيفها في برنامج اندورو استوديو في التطبيق بتاعنا فيلا بينا زي ما احنا شايفين كده فتحنا الكمبيوتر بتاعنا على برنامج اندورو استوديو فاول حاجة عايزين نعرف المكان اللي هنضيف فيه الايكونة بتاعتنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الرسورس ده وقلنا ان ده هو الملف ده في جميع محتويات التطبيق فلو فتحناه هنلاقي فيه ملف اسمه ميب ماب ملف الميب ماب ده هو الملف اللي فيه ايكونة التطبيق لو فتحنا الملف ده كده هنلاقي فيه خمس ايكونات كده موجودين فولدر في خمس ايكونات ليه بيكون في خمس صور يعني معنا كده ان الايكونة بيكون لها خمس مأسات ليه بيكون خمس مآسات لان بتاعك لو شغال على تلفون مثلا صغير حجم صغير بياخد ايكونة بمآس معين شغال على تابلت بيعرض ايكونة برضو بمآس معين فاحنا بقى ان شاء الله نتعرف ازاي بقى نعمل ايكونة بالمآسات ديت عشان نقدر نضيفها في برنامج اندولستوديو اول حاجة ممكن يكون انت عندك صورة وعايز تعملها ايكونة او انت عامل ايكونة ببرنامج الفوتوشوب وعايز تصبت المآسات المطلوبة لحجان بتاعة الصور دي الايكونة ببرنامج الفوتوشوب ممكن يكون عندك صورة وعايز تحولها الايكونة فاحنا برضو هنتعرف ازاي نحول صورة او ايا كان التصميم اللي انت عامله ده الايكونة تتناسب مع الاحجام اللي احنا شايفينها دي كده فادلوقتي بقى نفتح المتصفح بتاعنا على موقع اسمه ميك اب ايكون الموقع ده ممتاز جدا من حيس ان هو بيعمل لك ايكونة بالمآسات المطلوبة اللي انت عايزها وكمان في ميزة تانية ان هو بيعمل لك الاسكرينات او الصور اللي انت بحطها في التطبيق ا ما تيجي ترفحها وبتظهر للمستخدمين بيعملها لك بصورة احترافية جميلة جدا ولكن احنا دلوقتي عايزين نشتغل على الايكونة ونعمل منه الايكونة فاول حاجة هنضغط هنا على وبعد كده نروح للمكان اللي فيه الصورة والايكونة اللي انت عايز تغيرها وتعدل المآسات بتاعتها فانا هنا كده هروح على الايكونة دي كده واختارها واتضغط على اوبن بعد كده زي ما احنا شايفين قد الايكونة وبيعمل لها ضبط كده عشان يزبط المآسات بتاعتها بعد كده زي ما احنا شايفين يفتح لنا الصفحة دي كده فطبعا مش هنكتب حاجة ونضغط على برضو ونضغط على فيعمل يعني بينشي الايكونة اللي احنا عايزينها بالمآسات المطلوبة لو جينا هنا كده زي ما احنا شايفين هتلاقي عمل لنا الايكونة بالمآسات اللي احنا عايزينها ده كده عاملها للايو اس يعني انت لو شغل على ايو اس وهنا للاندوريد احنا شغالين على الاندوريد فلو ضغطنا هنا على الاندوريد هيوريك شكل الايكونة هتكون موجودة ازاي على التليفون اما تحط في البرنامج بتاعك. والمقاسات بتاعت الايكونة زي ما احنا شايفين كده الخمس مقاسات بتاعت الايكونة اللي انا بحتاجهم عشان اضيفهم في برنامج اندرويستوديو هنا كده. فدلوقتي الايكونة دي موجودة هيت ولكن احنا بقى عايزين نحملوها عشان نستخدمها. فهنيجي هنا وندخل ايميل الجيميل بتاعنا. وندغط على الزر ده كده. فبالتالي هيرسل لك الايكونة على ايميل الجيميل بتاعك. دلوقتي بقى لو رحنا على ايميل الجيميل بتاعنا. فهنلاقي هنا اشعار من الميك اب ايكون. ان هو بعت لنا الايكونة اللي احنا عملناها هنا. فنفتح الرسالة كده. هنلاقي الايكونة موجودة هيت. نضغط على تحميل الايكونة من الزر ده كده. فيبدأ يحمل لنا الايكونة اللي احنا عدلناها وزبطناها للصيز اللي احنا عايزين. هنروع على الملف ده ونشوفه نزل فين. وبعد كده نيجي هنا. ونعمل استخراج للملف ده. ونضغط على اوكي. فزي ما احنا شايفين استخرج لنا ملف الايكونة. لو فاتحنا بقى الملف ده كده هنلاقي فولدر ايو اي اYos احنا عايزين الفولدر ده كده. زي ما احنا شايفين المقاسات اللي احنا عايزينها موجودة وهيت الايكونة الاخيرة ديت هي الايكون هالي ترافع على المدجر على حسابك المطور. فدي كده اللي هتحتاجها اما تيجي ترفع على 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 حساب المطور بتاعك هي دي اللي انت هتحتاجها. اما دلوقتي احنا نحتاج الفولدرات دي كده عشان نضيف الايكونة في اماكن دي كده. فهنيجي نرجح هنا تاني ونفتح اول فولدر لو لاحظنا هنلاقي هنا كده المقاس اللي احنا عايزينه فناخده من هنا كوبي. فناخده من هنا كوبي. ونيجي هنا ونضغط على بالتالي نضغط على اوكي نعمل فاحنا كده غيرنا اول واحدة. نيجي على تاني واحدة ونلاها ام دي هنيجي هنا كده هنلاقي في فولدر تاني احنا مش عايزين الفولدر ده احنا عايزين اللي هو اللي بعده على طول يعني ده مش هنستخدمه احنا نستخدم ده على طول. فنيجي هنا وناخد الايكونة دي برضو كوبي ونيجي هنا ونضغط على اوكي لو خدنا بالنا لو فتحنا دي كده قبل ما نغيرها هتلاقي الايكونة بتاعة التطبيق الاساسي. اما لو جينا هنا كده هتلاقي الايكونة اللي احنا غيرناها. فدلوقتي هنكمل التلات ايكونات دولت. نرجع ونخش على الفايل. وناخد الايكونة ديت. ونيجي هنا ونضيفها. وهكذا يعني هنكمل الخمس ايكونات بالشكل ده كده. احنا كده الايكونات معانا جاهزة بالاحجام اللي احنا عايزينها عشان نقدر نضيفها هنا ما فيهاش اي مشاكل. وبتنضغ بدون اي مشكل. فدلوقتي برضو هنيجي ناخد الايكونة ديت. ونضفها هنا. كده احنا غيرنا الخمس ايكونات الموجدين دولت وبكده نكونو غيرنا ايكونة فلو رحنا على المانفيست هنا وفتحناه هنلاقي وطلعنا فوق هنا كده هنلاقي ان ايكونة الابليكيشن بقى الايكونة اللي احنا حطناها واضفناها ما عديتش الايكونة اللي هي موجودة. فدلوقتي كده نكونو غيرنا ايكونة الابليكيشن وعملنا المآسات المطلوبة من خلال موقع الميك ايكون غير من قبل نشوف الصيحة ونعدل فيه وناخد وقت. بكده نكونوا غيرنا ايكونة التطبيق بدون اي مشاكل وبسهولة جدا. ولكن دلوقتي انصحك ان انت قبل ما تعمل ايكونة التطبيق انك تبص على التطبيقات اللي بتنافس تطبيقك وتشوف الايكونات بتاعت التطبيقات ديت وتاخد منها فكرة وتكون فكرة للتطبيق بتاعك وتطلع ايكونة كويسة وجزابة بالنسبة للمستخدمين. لان الايكونة بيكون لها عامل اساسي جدا جدا ومن اهم العوامل واولهم في ان المستخدم يشوف الايكونة ويتشد لتطبيقك فيروح لتطبيقك يشوفه ويحمل التطبيق بتاعك ده. لحد هنا يكون التطبيق متغير تماما وبقى خاص بك انت ما عادش فيه اي حاجة متعلقة بالتطبيق الاول ولكن بيقدي نفس المهام اللي بيقديها التطبيق الاول. فبكده يكون التطبيق جاهز لاستخراج الملف الابكي ولكن نصة مدفناش الاعلانات بقى اللي هنربح منها. فان شاء الله في الفيديوهات الجاية بقى نتعرف على اضافة الاعلانات وهم ثلاث انواع من الاعلانات اللي هو اعلان البنر والاعلان البيني واعلان الفيديو منكفى. هتعرف ازاي نضيف الاعلانات عشان نقدر نحقق بقى الربح من التطبيقات. فاشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية في دورة الربح من التطبيقات الاندوريد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك فما تنساش تعمل باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك اشعار بقي فيديو جديد ينزع القناة وتكون اول واحد يشوفه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.